هذه علبة الـ AirTag أربع قطاع تيك بعلبة واحدة بقيمة 99 دولار امريكي وهذا هو الـ SmartTag Galaxy SmartTag بالتحديد من شركة سامسونج تقريبا نفس السعر بس ما أنا متأكد إذا في لهم فور باك ولا لأ أيهو أحسن يعطيكم الصح والعافية معاكم أحمد بعركي الـ AirTag من شركة أبل سوى ضجة وايدي كبيرة لما تهم الإعلان عنها حق أشياء وايد مهمة رح نتطرق لها بهذا الفيديو بس أني ما يدري سامسونج أعلنت عن Galaxy SmartTag قبلهم يعطيك نفس المميزات أنت المفروض تحصلها على AirTag في شغلات معينة كنت تتمنى أن سامسونج مساوياتها غير لكن أبل كأبل كعادتها أكيد هي سويت لك المعيار اللي يديد منها حتى ماذا تتوقع أن هذه الأجهزة رح تصير من الدولة بالسوق والمتوقع عليه جدام حق هذا النوع من الأجهزة خلشوفوا شيء الـ Galaxy SmartTag حجمها صغير مثل ما أنتم شايفين نهائياً مو كبير ولغة التصميم مالتها تختلف تماماً تقدر تغير البطارية تبطل الجهاز من هنا وتحط لك البطارية التقليدية نفس مالة الساعات وهذا شكله لا يحتاج أن تكون لديك أي قطعة أضافية عشان تستفيد منها على طول تستعمل اللوبي الموجودة هنا عشان تقدر تعلقها مثلاً في مدالة السيارة أو أي مكان يكون موجود عندك وهذه هي الـ Apple AirTag الآن الـ Apple AirTag تصميمها تماماً مختلف تقدر تبطلها طبعاً وتفرها وتطلع لك البطارية نفس البطارية أنا عندي هنا إنتجريفينج أولاً ما أخذ من موقع شركة أبل أولاً ما أخذ من شركة أبل حق الكيز مثلاً أنا أستعملها هنا حق المفاتيح وهنا عنديك التستين لستيل فرح يتزلق بس متأنتها رح تكون عالية وبلاستيك قطعة من بلاستيك رح تكون موجودة من فوقه مثل ما أنتم شايفين ما في حجمها نسبياً أصغر بس ما في ون مكان تقدر مثلاً تحط لك مثل اللينرد اللي يكون موجودة هنا فأنت مضطر إن مع الـ Apple AirTag علشان تستفيد منها إذا تريد تعلقها على المفاتيح مثلاً لازم تشتري إكسسوارات اللي توفر لك إياها شركة أبل أو أي شركة ثالثة وهذه الأمانة ميزة كانت تقدر تستفيد منها سامسونج بشكل وايدي كبير إنها تسوي لك إياها بطريقة إنها لا تستطيع تستفيد منها مثلاً حق علق المدالة السيارات اللي أتوقع أغلب الناس راح تشتري هذه القطع علشان تعلقهم عليها لأنه إنت مضطر أنك تشتري إكسسوارات بس مع شركة أبل لا حبيبي خلت لك هذا الموضوع بعين الاعتبار عندنا هنا بعض من القطع التي تقدر تشتريها مع الـ Apple AirTag علشان تقدر تستفيد منها نفس هذه على سبيل المثال مدالة السيارة أو هذه مدالة الحقيبة تقدر أنت تحطها على الجنطة نفسهم وتثبت هذا الشي على الجنطة سوف نبطلوا كمية على السريع عشان تستوعبون شنو اللي أنا أقصده فبكل بساطة هذا هو اللوب تبطل الطباقي اللي راح يكون موجودة هني تدخل الـ AirTag وتسكر عليها وبعدين تقدر تثبتها على الجنطة بهذا الشكل فالـ AirTag 39 دولار أمريكي اللوب بـ 40, 50, 120 دولار أمريكي عبقرية أبل شون طلع فلوس أو حتى مدالة السيارة أنا على سبيل المثال قاعد أستعمل الـ Leather Key Ring التقليدي خذيت هذا اللون يسمونه Pacific Blue أشوفه هو أقرب شيء حق الـ Pacific Blue مع الآيفون فع العموم يمشيها من بعد مع الـ One 8 ونفس الطريقة يا جماعة الخير بكل بساطة تحط الـ AirTag هني وانت اللي يماشي أثنين ناتوم راح يستعملون لك نفس التقنية اللي هي الـ Ultra Wide Band Technology بما معناه إنه ما لازم هو يكون شابك على البلوتوث عشان تقدر تلقى هذا الجهاز فتقدر تلقى بأي مكان كان بالعالم لطالما هو شابك على الـ UWB نتورك اللي تكون خاصة بالشركة نفسه مع الـ Apple يستعملون الخدمة Find My اللي موجودة أصلاً على الساعات Apple على اللابتوبات على سماعاتهم إلى آخره ومع السامسونج هم بعد Find Apple يعتمد لك على المنتجات سامسونج اللي تكون دارمادار هذا المنتج عشان تقدر تحصلها أي مكان أنت كنت موجود فأنا عندي أكثر من AirTag اللي حق السويتش السيارة حط عليها كيز عندي واحدة مكتوب عليها باق خلينا نبطلها لحين وراويكم مشلون إنها تركب لأول مرة وبنفس الوقت راح نشغل مالة السامسونج سمارت تاك ونشوف شلون تشتغل على جهاز سامسونج هم بعد لأول مرة فخنبل شو شي مع مالة سامسونج بكل بساطة يتريفوني كمال سامسونج يم الجهاز طلع من العلبة واضغط على هذي اللي بالنص وعلى طر راح تلقى أنه هو يسوي لك آد حق السمارت تاكز اللي تكون موجودة عندك ويضيف لك إياها من أنت تسوي آد حق البرايفيسي ما لك وبهذه السرعة أنت تكون خلصت ربطت السامسونج سمارت تاك على تريفوني السامسونج وكان الله غفوني الرحيمة فيشبك لك إياها بهذا الشكل يطلع لك هذا الصوت عشان تدري أن أنت خالص يسوي له الحين سينك حق الكلاود اللي خاصة بشركة سامسونج يسمح لك أنك إنت تسمي أنا راح أسمي كيز طبعاً أقدر أسمي أي شيء أنا أبي وإحني راونك شون تقدر تستعمل سمارت تنجز فاند ماي افريثنج أب في لأبديت حق التاك ممتاز على طول من شيء واكتر راح يقول لك إن في أبديت في حالة إذا في لها تحديث هوائي تقدر تسوي لها تحديث آه تقدر تستعملها بعد بشكل عكسي إنه إذا أنت التاك موجود معاك وشابكه على نفس النتورك مثلاً اللي في موجود عليها التريفون تقدر تضغط هنا مرتين ويسوي لك عليه رينج عشان تقدر تلقاه وين ما هو كان حركة حلوة انك أنت تلقى فخنقول للتاك أورادي مربوط عندك أنت بالسوش سيارة على سبيل المثال فتدري وين التاك موجود بس طيح تريفونك بكل بساطة تقدر تضغط على الزر هنا مرتين ويلقي تريفونك مثلاً أو التابت مالك إلي أصلاً هو هو مشبوك عليه هم حركة حلوة إنه مشرط لازم أنت تستعمل التاك عشان تدور على الأشياء اللي رابطة فيها تقدر تدور على الأشياء اللي أصلاً المربوطة على نفس الاسم المستخدم للتاك عشان تلقاها هناك تقدر تختار أنت شنو التاك رابطها عليه أنا أحطهم على كيز فهذا هو الكاتيغوري ما لها هنا راح يراونك على سبيل المثال تقدر أنت تستعمل البطن علشان تشغل أشياء موجودة عندك حق نفس نفس نوتفاي سمون فتقدر تختار الشخص اللي تقدر تطرش لأنت في حالة سماح الله صار نوع من الأمرجنسي تقدر تستعمل إنه يتحكم بأجهزة موجودة عندك إلى آخرين من الأشياء اللي أنت تقدر تسويها من ناحية الزر اللي راح يكون موجود عندك فبكل بساطة بهذا الشكل خنجرب أحين بس الصوت مالها أوكي تقدر تختار واحدة ثانية من أوكي نقدر نختار أيرا أننا نبيها علشان نعرف ايها مالتها أوكي باتل يحني عندنا راح يكون سيفيشنط وهو رادي مسوي عليه تشيك رابط التلفزيون مالي رابط الساعة مالتي رابط الجالكسي بودز طبعا وحين الأشياء اللي راح تكون عندي أنا التاج نفسه غير الأشياء اللي ما عليها أساين تلفزيونات ثانية موجودة عندي أنا مرابطهم أقدر أنا أحطهمها بعدين موجودين مربوطين على نفس التطبيق مال الفيند ماي سمارت تنجز من شركة سامسونج فبكل بساطة هذه الطريقة اللي انت تقدر تشبك فيها المنتج علشان تقدر تدور على ذي تساعة وتقدر تستعمل ان اللوكيشن فيتشر ان يكون موجود بأي وقت عشان انت تقدر تتبعه فهذه الخطوات مالتها سامسونج خلنشوف الحين الخطوات اللي تحتاجها علشان تسوي ستاب حق تطبيق ما الايفون أو ايرتاق مالت أبل بكل بساطة تشيل الورقة اللي موجودة عليها بهذا الشكل من تشيلها راح تسمع صوت اوكي هذا الصوت يبين لك انها اشتغلت تلقا اي ما انتبها هي من الايفون على الطول راح تشتغل من انت تسوي لها كينكت تقدر تختار شنو انت راح تشبكها عليه انا بيها على الباكباك فراح اضطي continue احنا الرجيستريشن راح يكون على اي ابل اي دي انت بس تحط منطقة continue على نفس الابل اي دي لان اي بيكون زاهب عليه وبهذا الشكل انت خلصت سوينا لها الستوب حين لما اروح اقل find my اذا حطيت devices هنا يبين كل الدفايس اللي انا موجودة عندي بس اذا حطيت items راح يبين وين الجنطة مالتي ورح يبين وين ال keys مالوتي فالحين انا بكل بساطة اقدر استعمل هذا الاكسسسوار نسوي loop بهذا الشكل وخلي هذه الارتاج تكون موجودة على الجنطة مالتي فالقاها وين انا ما رحت بالذات لما اي شوف انها وين المفتاح وياها فالستوب ما للآيفون وايد وايد اسرع حق الابل ايرتاج والبريسيشن ما لها هم بعد يشتغل بشكل مناسب من خلال هذا التطبيق راح تقدر انك انت تتبع الاشياء اذا ضاعت عندك ان كانت بعيد او قريب يبطل لك منيوم مختلف علشان اذا انت كنت قريب يا من المنتج اللي تبتم ضايعه علشان يدليك اياه اذا كان هو بعيد عنك بسالفة متر او مترين بس اذا انت كنت بعيد عنه راح يستعملك بالفايند ماي الخرايط الموجودة عليه علشان ان تقدر تتبع المنتج وينما كان ويستعملك الاوترواد باند مثل ما قلت لكم عشان يقدر يلقى منتجاتك فمع سمارت تنجز فايند راح تلقي كل منتجاتك اللي راح تكون موجودة عندك من سامسونج اللي انت رابطهم عليها فعلى سبيل المثال الحين الكيز مالوتي مثلا محطوطين Unnamed سستينابل سيتي دبي اذا اطق ring اذا اطق start راح يطلع صوت مثل ما تشايفين اذا اطق stop راح يوقف عشان اقدر القاهم اذا اطق search nearby فكعلى سبيل المثال حاطلي خنقولك اشيلها قطع شوية وراي من انا احرك وكون يم ال smart tag نفسه راح تلقي ان ال signal راح يكون stronger انا احين شلتها على سبيل المثال قطيتها وراي راح يلقاها وصير strong على طول تلقائي فسيشتغلوا بهذا الشكل كل واحدة تشتغل بشكل مختلف بس الهدف منهم واحد انا الا امانة فضلت ال AirTag اسهل كان عشان اركبها واسهل كان عشان القاها سامسونج طريقتها اللي عجبتني انه ان خلتك تستعمل هذا المنتج بدون يكون عندك اكسسوارات اضافية مثلا تقدر تستفيد من اللوب اللي راح يكون موجودة هنا بس من ناحية السوفتور الطريقة اللي انت تلقاها اتوقع ممكن تتحسن جدام احين كونان هو قاعد يستعمل لك سمارت تنجز معناها تقدر تستعمل اي تليفون موجود عندك ما لازم يكون عندك انت سامسونج عشان تقدر تستفيد من هذا المنتج بس انا احبت استعادلكم اياها مع جهاز اكيد من شركة سامسونج فالنهاية اي واحد منهم اعجبك ال AirTag من شركة ابل والجالكسي سمارت تاج من شركة سامسونج وتوقع ان شركات وايد كثيرة اليوم راح تسوي لك هذه المنتجات كونان اي هي راح تصير وايد وايد مشهورة ومعروفة الحين فاجأة لنا شركة ابل طبعا استثمرت لك فيها فعطنا رأيك تحت شو اللي تفضله الجالكسي سمارت تاج ولا ال ابل اير تاج وتوقع بس بالختام يا ريت تشترك اذا انت كنت مو مشترك اضغط على زر الرحمن فعل جرس التنبيهات وتابعني على الانستغرام حكس والف نفس هذه عشان تعرف لها اول بول وتوقع بس فمان الله الكريم